السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا ملاحظة أحدكم لا بس أول حاجة حبيتنا رحب المشتركين جديد والقدم تانيك بقولكم ألف مرحبه بكم في قناتكم وقناتي اللي ديريس ديوجوه بالنسبة للفيديو تاليوم رح تكون متنوعة فيها خرجة خفيفة ضريفة هيلا وفيها تانيك وصفاتة انتخي بونغاتو هنا كنا معروضين الزور ديالي ونايا كنا معروضين هاد الغستورون لي جاي في برج الكيفان جاي في الليدو ووالا لي يخدم فيه الشاف دحمان الشاف الغاني عن التعريف يعني كان بزاف اللي يعرفوه وبالنسبة لي ما يعرفوش نقولكم عندو قنات تاع الطبخ في اليوتيوب كتبوه الشاف دحمان لي طبخ يخرج لكم ووالا هنا يا رح ندقنا الملح ديالي وش نقولكم وحد البننا صراحة مكلة كيل عسل مدوزنا بيا خفيفة ما تقهمش ولا غير الله يبارك كي أنا كي زوج ديالي كنا بزاف ساتيس في خرجنا من عندك بزاف فرحانين يكتر خيرك ويعطيك الصحة المطعم تاحهم هايل ومضيف عائلي محترم ووالا وش نقولكم عندهم تانيك حسن الاستقبال للزبائن مشاء الله ربي يوفقكم ووالا ويعطيكم الصحة بارك الله فيكم ووالا مام تانيك الشاف دحمان قولك كي أنا كي زوج ديالي فرحنا بزاف يتلاقينا بك إنسان قيمة في التواضع قيمة في الأخلاق مشاء الله عليك وانايا بيانسور هنا مرح تشيدي يا فرغين ديتلو معايا دو غسات ولا زوج وصافات نتمنا إن شاء الله يعجبوه ديتلو وصفة مالحة درتلو هنا البولب ولا القرنت انصص بلا صوص طومات رافقتو مع واحد الروز من دوزن بالنسبة لهذه الوصفة كنت شاركتها معاكم في الفيديو اللي فاتت هنخليها لكم في صندوق الوصف وديتلو تانيك وصفة حلوة إن شاء الله ربي يحل يامتكم ويامتنا ديتلو دي ميني تارتولات بالشوكولة والجوز فرنشم هدل غطو يجي بريزنتاب بززف سهل مي كلفش وشن قولكم تقدو تسربوه معااان جو ماعاان تي فرنشمن يحمر اللوجه هذه هي الاغيسات اللي حمم بارتاجها معاكم اليوم وقولكم ما تروحو ش بعيدا الروحو معايا لكوزين باش نكتشفو لزنجردين ويالا بكيبة وانتي يا اخويا الشاف داحمان نقول كباركالله وفك إن شاء الله يعجبوك الوصافات ديالي وتاكلهم بالصحة ولهن إن شاء الله اول حاجة هنا نحن نبدأو بلا بات عندي هنا 250 جرام 250 جرام تزبدة كونترية درتها في الغيسيبيون وحنضيف عليها هنا كس تحسكر غلاس تحسكر ناعم وحنضيف هنا زوج مغارف كبار تعملات كوية غاسوب تا كاكاو بالنسبة للزبدة لازم تكون ترية بدرجة حرارة الغرفة ومامتانيك بالنسبة للكاكاو لازم تخيروه كاكاو من نوعية الجيدة باش لاباتاكم تجيكم بنينة كما شفتوني غربلتهم وحنا يضفت عليهم زوج سافر طولة الجاج يكونوا دافين بيانسور وحنا هنزيد عليهم تانيك ان كوية غاسوب مغارفة كبيرة تا ماكلة تا شوكولا أتغطيني الشوكولا حتطي لاباتاكم لون ومادق هايل هنا بيانسور نبدأو الخدمات على نابل باتر يعني حنخلط كامل هاد المكونات حتى نتحصل على اون كرام ولا اون بوماد هنا يعني طريقة سهلة وحن نخدمو لابات سابلي ضربوهم بيان بالباتر حتى ينسجموهم مليح مليح ووالا كما قدكم لازم تتحصلوا على قوام كريمي هنا في هاد اليتابة نحن بدن ندير الفاغين غير بالعقل ما تكتروش بزاف باش لاباتاكم ما تجيكمش ناشفة والفارينة تاكم لازم سيوبليغاتواق تكون مغربلة ووالا باش تتحصلوا على عجينا تكون خفيفة هنا في الديبيو نبدن نخدم هادك الفاغين غير بالسباتول هكذا باش نسهلو على روحنا خلطو بيان ديك الفاغين حتى تتخبالكم كمبلاتمو ولا يعني كي ما راكم تشوفو خلطوها بيان بيانسور الباتر اللي كانت ما زالت طريقة مازاني نضيف الفاغين كي ما قلت لكم نديرو غير بالكميات القلالة سيخطو الليبنات المبتدئة وفي هاد اليتابة نحن نستغنع على الاسباتول ونخدم بيدي لازم نخدمو بيدينا باش نحسو للقوام تالعجينة نشوفو اسكو نقصة الفاغين اسكو للا وبيانسور متعجنوهاش طموها غير بليبو دادوها غير برووس الاصابع ووالا هنا كما راكم تشوفو لابات ديالي بعد مجمعتها شوفو القوام تحها والا تكستور لازم تكون خفيفة وضرية شوفو لابات سابلي أوردينار شوفو كيفاش تجي ما تيبسو هاشا لازم تكون ضرية هنوش هندير جبت هاد اليمول تالي ميني تاقطو لاني خدموا بالشكل اللي حبيتو انا فضلت هاد وماتا جبني بزاف ومتواجدين تانيك في الاسواق هنا بيانسور انحان بدا نفاصوني فلابات ديالي في اليمول طريقة المعروفة يعني طريقة بزاف سهلة وكامل تعرفوها تحكمو كمية ملعجينة تدوروها بيان و تبدوو تحطوها في المول لازم تسجموها بيان انا هنا ملاحظة المول ديالي هادو ما مدهنت همش مانشحة تلسقلي للابات ديالي باسكو فيها الزبدة كما راكم تشوفو تستوو مليح مليح لابات ديالي لكم تنحو الزيادة و تسجموها بيان يعني طريقة بزاف بزاف سهلة هنا كما راكم تشوفو بعد ما كملت اللي كانت عندي هنا يدرت لهم توقو بصغيرة غير بلا فوخشات لازم تقبو لابات ديالي باش تتنفس وجينة خفيفة ومهوية دي بيك خفاف بارك هكدا بالفرشيطة لا تكترووش بزاف لو كانت كتروو را مرحيني يبسو لكم في الفوخ هنا هنبدأ نخدم لها فخص تعليمين يتاقتو الاتعنا وشدرت هنا يدرت ستا حبيبات ولاد الجج يكونوا دافين ستا كاملين بالصفر بالبايد وحنضيف عليهم هنهي حوالي تمنى مغارف كبار تعمل كما شفتوني يدرت قوت لكم سكر عادي تسوي كيستاليزي وهنا هندي كاستع زبدة دايبة ما لازمش تكون سخونة خلوها تبرد لو كان نديروها سخونة راي رايحة طيب لكم لولاد الجج ديالكم وهنا هنخلط كامل هاد المكونات ديالي غير بالفوي مانويل ما تحتاجوش باطر في هاد العفاقس ولا في هاد الحشو خلطوهم ملح حتى ينسجمو لكم بيا وهنا هنضيف مغارفة كبيرة تعمل واذا تعمل معجون التالي المشماش المعجون التالي المشماش هو السر تاليت الحشو له هاد الافاقس سيعطي اللافاقس ماداق وقوام هيل قدما يقعدو منحن يقعدو طريين هادك المعجون يدير دور تال الحافظ وهنا يدير فأنا بذوق الشوكونات في المسيون نذيرا نرباء كواس في المسيون ندير كبيرة تعمل الماشر نخلق من نوعا الجيد لتكون بنا لكي أرغبتها هنا نخلطها بالطبع غير مانويل وفي هذه الأطباء نزيد 3 مكسارات بالنسبة للمكسارات كل واحدة تدير على حسابها لا يكونوا مرحيين بزاف رقاق يروحوا ليجرمون أخشان هنا كمية قليلة لا تديروش على الدربة لكي لا ينشف لكم الخالط إذا شفتوه ما زالوا ما يهكي ما نقولوا تقدروا تزيدو الأخرى أنا هنا استعملت جوز محمص ومرحي وستخلط له شوية كوكا وكيف كيف محمص ومرحي كل واحدة تدير على حسابها هلا وقشوفوا هنا لا فاقسترين ما زالت ليكيد هلا وشانا نديرها نعقدها بالزوج مغارف كبار زوج مغارف ونصف تفارينا الفارينا اللي لازم تغربلوها في هاد ليتاب باش الخالط ديالكم يعقد شوية هلا ونحل هلا كما قلت لكم حركتهم ولا نحركوهم غرب لفوي مانويل هلا وش در جبت لي ميني تغطيلات ديالي واني بديت نديرهم فلا فاقستحهم هلا ما تعمروهمش بزاف باسكو فيهم الولاد الجج كي ما شفتو ووالا والولاد الجج ما سخانا تعرفو غرا ورا يتنفخ علوغ باش متفيدلكمش لفاقستحهم عمروهم هاكدا يخلو حوالي كالكو ميليمتر حوالي ثلاثة واربعة ميليمتر هاكا قسمة تنفص الحبه وهولي كشكل تحهم بعد ما انعمروهم ووالا انا هاد اللي تغطيلات يعجبوني باسكو لابات والتعمار تحهم كامل الافوهم انتانيك بالنسبة لديكوغاسيون نديكوريهم ابخي ندخلوهم دربة وحدة يطيبو هنوش هندير هندير لهم شوية جوز بما انو لافاقستيغ فيها الجوز نرشغ لهم حبيبات ستاح الجوز وانتو ما ديرو كل وحدة الاحساب ووش حبت ووش قدرت بي ووالا كي ما راكم تشوفو بالنسبة تانيك للنوع التاني هندير لهم شوية لوز افلي ولا كاوكاو ديرو ووش حبيتو هايزيد لهم فلوكوتي فيزيويل بيانسير ويزيد لهم ام تانيك في الماداق اكدا نرشو عليهم كامل من فوق والاو بالاكو تانيك على الكويسان تحهم دخلوهم الفوق يكون سخون على مية وستين داراجو ويقصوهم بسكو الابات تحهم فيها الكاكاو يعني يتخافو تخطف هالكوم الناردو بالكم والا اهنا شبحتهم بيانسير وبالنسبة لهدوك الفارغين نخليهم بعد ما يطيبو بش نديلهم لديكوراسيون تحهم بسكو نحب نديلهم شوية ورد الشوش وورد الشوش بيانسير انا مندخلوش الفوق بسكو يتحرق مع سخاناتي الفوق والا ندخلهم يطيبو نكملهم ديكور خفيف ضريف ونشوفوهم مشاء الله كيف كيف في شكل النهائي تحهم يعني بعد ما يوجدو افوالا احنا لغاتو تعنا لهواجد في شكل تحو النهائي هادو ما بالنسبة لي درتلهم لوز اي فيلي بعد ما طابو وبردو كمبلتمن سو بو دري تعليهم شوية سكر غلاس سكر ناعم ودرتلهم تانيك حباسو يغيس كونفيت من الفوق وهادو ما بالنسبة للجوز درتلهم ديغيوغ بشوكولاة تحتيني توجوغ نقعدو في المام تام وهادو ما اللي درتلهم ديغو خفيف ضريف بورد الشوش درتلهم شوية كرامل عبري للسقط هادوك يعني تزيين اختياري كي ما نقول لكم توجوغ وعلى حساب وش متواجد عندكم في الدار صراحة يجو بزاف بنا نوخفاف يحمروا الوجه كي ما وقتلكم تقدروا تسربوهم مع انجو مع انتي في لز اوكازيون تحكم في لغيسبسيون تقدروا مامتانيك تديروهم في العلد الكبير ان شاء الله لي ما بقالوش بزاف تقدروا تحضروهم يجو يتماشي و تخيط خبيئ نعم انتمنى ان شاء الله يعجبوكم هنا اقسمت معاكم حباكم توجوغ باش مشوفوا القاوام تحامل داخل نعم هنا شوفوا ذي كلافة كيفش جيت بن مشربة هذه المغيرفة كبيرة تعملتها المعجون هي اللي راي رايحة تعطي لها هاد القاوام شوفوا هنا يتانيك بالنسبة اللابات جات فخية بلو تفتت وحدها هنا ما قدت نصور بيان بيان بسك يكون شاداتي ليفون بيد ونقسم لكم في الحبة بيد انتمنى ان شاء الله تكونوا تشوفوا بيان ان شاء الله تعجبوكم هاد الوصفة ديالي وان شاء الله تعانيك خوية شيف دحمان تكون عجباتو بيخلينا رايو ونقولكم توجوه الى اعجبتكم الوصفة ديالي وعجبكم المحتوى تلك القناة ما تنسوش تدعموني بالجامو وليكمونتاق بارتاجي والقناة ديالي ما زالت صغيرة ما لديش بزاف مني بديت وان شاء الله ربي سبحانو يوفقنا كامل قولكم تحلو بزاف بزاف في رحكم ان شاء الله في وصفات جديدة توجوه وصفات اقتصادية نجحة وبزاف بنينة مع السلامة